لما حضرت The Greatest Showman أول مرة بسنة 2017 حبيته كتير ما فهمته قد ربع ما رجعت فهمته بس رجعت حضرته بالـ 2023 بس برضو حبيته كفاية بوقتها لسميه أحلى فيلم عندي من وقت حضرته لليوم ظلوا أحلى فيلم عندي بس كل ما أتقدم شوي بالحياة كنت أرجع أحضره وافهمه الطريقة مختلفة وحبه أكتر كل مرة برجع أحضره للفيلم بفترة مختلفة بحياتي كنت أبكي على محل مختلف بهالفيلم لأنه كان الأحساس يكلني وكأنه هالفيلم عم يحكيني ويجربي وعيني على حال في صحر بهالفيلم ملقيته بغيره ظليتني 6 سنين أرجع أسمع الأغاني طبعه كل ما أحس باكتئاب أو زعل كان عنده طاقة تقدر تخليني أرجع وقف على إجريي وكمل بس بلشت على يوتيوب قبل ما أصور أي حلقة كنت أسمع هالأغاني لحمص حالي لأطلع وأدي بالطاقة اللي بتحبوها واللي تعودتو عليها كنت شوف حالي من خلال بطل الفيلم أطمح لكون بطل فيلم حياتي أنا كمان وفيكن سامحوني على هالتشابه الربط براسي بطل الفيلم ربي بعيلي فقيرة كبير ليصير محاسب بعدين واجه عوائق بشغله خلته يروح ليلحق أحلامه بالأضواء والشهرة بس ما تعطلو هم هالحلقة مش لبرر هالربط لأنه من بعد ما فهمته فهمت أني ما كنت فاهمه للفيلم صح أول مرة لأنه هالفيلم مش عن إنسان أهبل بده الشهرة والمصاري الفيلم أعمق من هيك بكتير اليوم رح نخطل سوا بفيلم The Greatest Showman نفهم قصته السطحية شو هي وأعطي انتباعاتي ولاش برأيي كان بيستحق يكون أكتر فيلم تحبه من وقته نرجع نروح بعد فاشخة قدام على القصة العميقة اللي عم تنحكى فيه ومن ورا رح نفهم إنه أحلى شو The Greatest Show هو منه عن الشهرة والمصاري The Greatest Show يحكي عن حياة كل واحد فينا وكيف فينا نخلي هالحياة شو رائع وبس نفهمه ما ديتراجعوا حالكم وتخبروني بالتعليقات انتوا بأي جزء من هالشو حالياة عادوا وارتاحوا جيبوا شاي جيبوا شوية أكل وتاعوا نخطوا السوا بأحلى فيلم عند خيكون الدرويكس هنا بجميع معكم دراجعوا اليوم رح نحلل The Greatest Showman بيبلش الفيلم وعم منشوف بطلنا ورا الجمهور عم يرقص ويغني عن اللحظة كانوا ناطرينا كلها العالم عم بيغني عن الحرية عن الفرح عن الحماس عن الاحساس جوات كل إنسان اللي بيدفعوا لي حقق المستحيل عم بيغني عن المكان اللي انت حابب تكون فيه اللي انت عايز تكون فيه عم بيغني عن أحلى شو بس سرعان ما بيختفي الجمهور بيختفوا المؤديين بيختفي المسرح ومنرجع على الواقع الخالي من الألوان ومنفهم إنه هيدا كله كان عم بيصير براس بطلنا الصغير هو عم بيتفرج على تياب قلب المحل كان عم بيحلم براسه عن هالشو وبالواقع صباته مخزوط وبيو يطلع بياخده بإيده وبيركد فيه ليروحوا عالشغل من أهم مزبوناتهم الأغنية اللي يعملونه البرادة طبعه هونيك هو بيو عم بيشتغل بطلنا الصغير بيشوف بنت بنفس عمره عم تتربى كمان وببراقه بيعمل حركات عم بيقلدة لا يضحكها البنت فعلا تضحك بس بتلت يا بشاي من ولاها الدحكة وبس يجي البيضة يعيت عليها الولد بيقله عمه الحق علي مش عليها وكمكافأة لها التصرف النبيل الرجال بيليخه كف وبيقله ما بقى تتعطى مع بنتي بيو لبطلنا بيوقف عاجز مش قادر يعمل معه شي لها الرجال اتضرب له ابنه لأنه بالنهاية هو اللي عم بتعميه هاللحظة كانت محولة بحياة بطلنا لأنه بيصير شغلتان كتير مهمين أول شغلة هالموقف بيخلق فيه عقدة نقص حتى بيو ما كان قادر يحميه يعني بالنسبة لبطلنا هن فعلا عالم أقل قيمة من غيرهم والمجتمع الغني هو اللي بيحدد قيمتهم بس داد مش عساس هيدا التحديد المش عميق ولأ هيدا المش عميق هيدا القصة السطحية بعد رح نروح أعمى بس لنوصل لهيدا كجزء من الحلقة اليوم مشوارنا حلو كدير عليك الحال تاني شي مهمه وأساسي بحياته انه البنت كمان بتحس بالزنب انه أكل كف من وراها ومن وراها الزعل بكونه صداقة طريقة صوت حتى بتصير تهرب لتشوفه فالبي بيقرر يبعط على مدرسة داخلة تتباعد عن الصبي وبس يعرف هيك رح يصير الصبي الصغير بغنيله الغنية البغنية مليانة أمل عن أحلامه وأماله انه بده يشارك فيهن كلهن وبده يخلق عالم مليان سحر إلى وإله غنية اسمه مليون حلم وبيخبرها عنهن كلهن بس لأمال والأحلام منهن كافين والبنت تمبعت على المدرسة الداخلة بس ما بيوقفوا رسائل بين بعض وبيضلهم كل الوقت عم يبنوا هالصداقة وهالحب بيناتهن حتى بعد وفاة بيولة بطلنا بعد ما يضطر يسرق ويعيش وينلقط ويتبهدل بيضلوا عم بيراسلها البنت وبيضلوا محافظ على علاقته معه جدير بالذكر انه من خلال هالغنية منشوف بطلنا لأول مرة بيكتشف شخص غريب بالمجتمع شكله بشع كتير ومشوز هالإنسان الغريب هو الوحيد اللي بيعطيه أكل لياكل هو عم يتعتم بيخليه يوعى عشغلي ان العالم أشكاله من بره غير تصرفاته من جوه شوي شوي منشوف بطلنا عم بلاقي حلول ذكية ليقدر ياكل بياخد جرايد مكبوبة وبيبيعة بيتخبى من التلج وبيكتب وبيضلوا عم بيراسل حبيبته وبالصدفة السبب يلاقي حدا عم بيعمل دعاية للعالم تجي وتشتغل على السكة ويأمنوا حياتهم هونيكة فبروح وبيشتغل وبيكبر وبيقوى وبيصير معه مصار كفية ليقوم بحاله ومنرجع من التقى ببطلنا شاب بأول حياته لابس تقمي مرتب ويروح ليلاقي حبيبته اللي موقف اتصال معك لهالوقت وحتى من بعد ما اجى من تحت السفر بيلتقى ببي حبيبته مرة تانية اللي بيقله انه مش رح تطول معك رح تقرف ان الفقر اللي انت عايش فيه ورح ترجع لعندي على البيت وهالشي بيرجع بحرك عقدة الناقص اللي فيه شوي بس بطلنا بياخد البنت بيتزوجها وبيغنوا سوا عن احلامهم وحتى بينرزقوا بأول ولد بقلب بيتهم ياللي هو بيت متواضع وصغير بمدينة صناعية اكل هو اللي صاروا بغنية وحدة الجماعة بيمشوا بسرعة بس رح تفهموا بس نتعمى اكتر ليش بها السرعة خلونا بالتفسير السطحي حالي جادير بالذكر انه هون الكوريوغراف بسطل خاصة بس يطلعوا ع السطح ويكونوا عم بيغنوا ويرقصوا سوا كيف الحركة متناغمة مع كل شي حواليون حتى بس يحملها بيتيروا كل الشراشف المنشرين ليتناسقوا معن وبيرجعوا مع ترانزيشن مع برمي على قلب البيت وهوني كم نكتشف انه حبل تحفي فنية من غنى ورأس تخبير قصة تعبير وجمال من بعد هالفقرة بنلتقى مع صديقنا قاعد بمكتب محاسبة عم بيقيد فوتير على كتاب الاستاذ قرفين عيشته من الملل وحتى قلم ورصاصة بنكسر ليعكر له نهاره زياد الزلمي حاص بيقوم ليبري قلمه بيتطلع من الشباك ويشوف موظفين مثله ببناية وحدهم مقبرة بفكر بينه وبين حاله وكأنه عم بيسأل حاله إذا رح يكمل بعلبي مثل هولي لأخر شي ينحط بعلبي هو كمان ويروح عند الرئيس ليجربي يوسع أفاقه معهم بالشغل هو قادر وبدو يعطي أكتر من هيك بس لسوق حظه الرئيس بيقل له الشركة أفلست ورح نسكر روح حقيق البدك ياه وهون بطل في شغل الماكلنة وبيطلع انه الصفن تبع الشركة كلها غرقه وانكسرت الشركة من وراها الشي وحتى ليسبت له بيعطيه ورقة الملك تبعهم للصفن بطل الى معنى فاتوا بالحياة جميعا وهالرجال اللي كان بده يحتل العالم هو ولد أصبح زلمي عنده مره وولاد بيته عم بنقق مي وحاليا بلا شغل ولا تزيد القهر أهران بس يرجع عالبيت ويلتقى مع أولاده على عيد ميلاد واحد منهم بيقال لهم يتمنى أمنية والولاد بيتمنى لأبسط احتياجات الولد بنت بده صبات لترقص وهو معتر بلا شغل بس ما تكون كسلان يا بارنم بروح عالبانك وبيستعمل وسيئة السفن الغرقنين ليقنعون يعطوا قرد بقيمة 10.000 دولار وهو هوني بيلتقى برجال أصير كان هالأمور عم بتذكروا بطفولته الحاجة لناس الغريبة بس بكمل لقدام بخطته وبيشتري مبنى صغير ليعملوا متحف ويعرضوا فيه أمور غريبة بده يفرج هالغرابة للعالم بشكل حلو بس أول خطة كانت عنده انه يجيبت مثيل وامور ما هالقدة كانت تعلن للعالم ومن بعد أول نهار عمل ما بيقدر يبيع إلا ثلاثة تيكتز مرته وولاده بيشتروا بس بنته هي وعم بتنام تطلع بفكرة عبقرية بالغلس تقلون اللي عم يعملوا هو عم بيعرض قصص ميتة لازم شوية حياة أكتر بهالمتحف وهوني بيربط كل الأمور اللي صارت معه بحياته وهالناس الغربة اللي اتعرض له فيبلش يعمل وسيئة وينشرها بكل المناطق اللي يجيبها العالم الغربة ويجمعون عنده بالمتحف ويعملوا شو حلو سوا ويقدر يأنعون واحد واحد بإنه يقلون ما رح خليون يدحكوا عليكم رح خليون يحبوكم ويحترموكم وعه الأساس يجوا واحد وراتين من بعد ما يعمل دعاية لهالفكرة الجديدة العالم ببلشوا يجوا وصاحبنا غني غنية جديدة غنية تحت عنوان come alive تعالى إلى الحياة بلش عيش بس نتعمى أكتر رح تفهموا أكتر هالأغاني بس سطحيا هيدي غنية عن المتحف تبعه يلي رح يبلش ينبط بالحياة بارنوم بيصير يبرز هالعالم الغريبي أكتر الطويل بيطوله ناصح بنصحه الشخص الكله تاتويات بيشلحه وبيفرج التاتويات للعالم وهو بينفخ فيهم ليحمسهم على عم يعملوه ما يتخبوا يروحوا يبينوا مثل مهنة لا بل بعد عبشع من مهنة فعلا وأخيرا بيتي بارنوم بيحقق أول نجاح كبير بحياته بس منتقد لقيم بين الجمهور وبيعجبوا لعم بيشوفه بيشوف هالشو لحقيقته وانه منفوخ على الآخر وبيكتب عنه مقال بالجريدة وحتى بيسميه سيركس مصخرة للمجتمع بس متل ما تعود بارنوم بيقول بتكون تسموني سيركس؟ انا اكبر سيركس وبيغير اسم المحل كله لسيركس خلص ما فرقاني معه بده يولعه وما حدا رح يوقف بوجه بس برضه مع كل هالنجاح والاستقرار الحق والمادي بارنوم بعد جواته عقدة النقص اللي كان عنده ياها بطفولته ولو كان عامل حاله ما فرقاني معه النقيد كان بده انه يحبه لانه هيدا النقيد بيحترموه العالم الزوات وبارنوم من جواته بده يبطل حس حاله اقل منه بده يحس حاله صار مثله بس لسوق حظه حتى المجتمع العادي ببليش يقرف منه لبارنوم وبيصيرو يتهجمو على المؤديين عنده يعني كأنه ما حدا بقى راضي عنه بس عم يعمل مصاري وعم بيجي بعالم اكتر اكتر عشاء وطبعه ما بتفرق معه وبيكمل بس بعد عقدة النقص عم تكبر جوات بس بعد ما يكمل عها المصار لنقيد ما بيسكر وبيجي له يتواجه معه وبيقله انه انت عم بتكذب عم بتبيع كذب للعالم وبيقنع حاله بارنوم انه عم القليل العالم مبسوطة انت نقيد مسرح وما عم تعرف تنبسط بالمسرح انت الكذاب في المنهون ومع هالنجاحات بيشتري قصر كبير لعائلته بيجيب لأسبابية البلية لبنته بيحطها بسخوف البلية وحتى بروح يحضرها بين زوات المجتمع بس بينتبه انه الولاد الصغار يتساءلوا عبنته لانه رح يتفسته يعني شغل بيه ما هو شي بيرضي زوات المجتمع لو جاب له مصاري تفايلة يقعد بيناته وهالشي بيرجع بحرك عقدة النقص اللي عنده وهونيكي بيشوف شخص اسمه كارلايل هداك الشخص كمان بيشتغل بالمسرح بس مسرح لزوات المجتمع واخونا بارنوم بدوا يرضيه فمن بعد ما يكتشفوا بياخدوا على بار لهونيكي يقنعوا انه يشتغلوا صلاة ليساعدوا كارلايل انه يجزوا بزوات المجتمع على السيرك هيكي بيعلم ان شقله لبارنوم اكتر ويخلي العالم تحترمه بس كارلايل عتلين هم العكس يصير وهو يصير مرفوض بمجتمعه لانه عم بيشتغل مع بارنوم وهونيكي بيبلش التشاور بتبلش غنيت The Other Side وفيها بيقنعوا انه هيكي بتتحرر الروتين بتعيش اختبار جديد وحلو وبيسلي وبيتفقوا انه كارلايل بياخد 10% من الشو وبيساعدوا يتقدم بحياته اكتر ومن بعض ما يخلصوا سكر وشرب على الاخر بيتفقوا وبيسلموا على بعض الغنية اكيد بتسطين كمان الرأس بيجنن وكل شيئله علاقة بهالشقفة هو تحفي فنية فعلا من افخم ما يقدم عشاشاتنا مش انه اخونا كارلايل يدعس بالسيرك بيوقع بغرام وحدة من المؤديين ياللي هي زندايا وبما انه الفيلم كان بوقت ما كانت العنصرية السيدة بين هالشعوب كان يعدها الحب محرم بين شخص ابيض ومرة صمرة فيعني اخونا كارلايل وقع بمصيبة بس اكيد اشه لا يعمل شغل ورح يعمل شغله وخططه كان انه لا يجذب المجتمع المرموق ورح ياخدهن عند ملكة انجلند ليعملوا لشو اذا هي هتحبهن مين هن زوات المجتمع يرفضوه وفعلا بيروحوا هو وكل الشباب عند ملكة انجلند ليعملوا لشو ويتحبوهن كتيره هونيكي من بعد ما وصل للبدوية بارنوم ما بيحسوه كافي لانه بين وبين حالو بعد عقدة الناس عنده وبيكتشفو جاني لين عند الملكة اللي هي مغنية اوروبية من افخم زوات المجتمع كلهم بيحترموه حتى كارلايل بخافي يقرب عليها بس اخونا بارنوم بيدفشو صوبة وبأنعوه تجي معهم عامريكا لا يعملو شوات تفسيرو للموضوع انه حابب شي مره يقدم لهم شي حقيقي ما اعتبر بينه وبين حالو انه كل شي يعملو ما قلو معنى لانه الزوات رفضوه ومن خلال جاني ليند زوات المجتمع رح يصيرو يحترموه ويعتبروه واحد منه او على قليلة رح يصير في هو يحترم حالو ويعتبر حالو واحد منه جاني ليند بتقبل معو وبس تجي عامريكا ويعملو شو سوا بس قبل ما يبلش الشو بيجو العالم الغربة السعادو ليوصل لمحل ما هو هلق ليحضروه بس هالمرة هو بيخبيهم بالمسرح ورا لما حدا يشوفهم بارنوم يستحفيهم باركي يعتبروه زوات المجتمع اقل من ما هو لانه بعده عم بيجيب هالغربة على هيك مسارح بس كارلايل بيقعد معن لانه خواجه هونيكي جاني ليند بتغني غنية كتير حلوة اسمها never enough مفي شي كافي هالغنية بتحكي انه كل الاضواء مش كافيين كل المصاري مش كافيين وفعلا ما كان كافي لبارنوم بعد عقدة نقص جواته بالرغم من كل شي حقه وعم بيحقه الشو بيخلص وزوات المجتمع واخيرا بيتقبلوا بيناتهم حتى بيل مرته بيجي ليشوفه لأول مرة وهي داك الكلب احفاده مش شايفه كان عم بيتعرف عليهم خلال هالاحتفال زلمة واطع الاخر فبتي بارنوم بيسمعه كلمتان هو وسكران مرته بتزعل وبتفل على البيت اما جاني ليند بتنقذ الموقف وبتحكي الدافخي من بارنوم رائع لانه جاب عاميركا وزوات المجتمع بزقفوله ويحطروا الشو واهله يشوفوه بالمسرح بين هالغربه ماسك ايد زندايا بفلطه بيستحفيه هو كمان وهالشي بيزعله كتير كل هالكابتل عم بيسببلون ايه بارنوم من بعد كل شي عاملوه ووصلوله هونيكا بينفجر والغربه كلها بيبلشو يحاربو لانه ارفو يتخبو وبيفوتو بين زوات المجتمع بالقوة عم بيغنو غنية الفيلم الشهيرة this is me هيدا انا تحكي الغنية عن انه نحنا فيقلنا محل تسكتوا يلا عطونا شو عندكم نحنا هون مرح نستحبي حالنا مرح نخليكم تخفونا والغنية اكتر من رائعة الاحساس اللي فيها توزيع الموسيقى الجميل وعن جديد الاخراج الكوريوغراف بينقلن من نص المجتمع على نص الحلبة تبع السيركو ما فرقاني معه هيدا انا وكارلايل استحي مستحي منه بيتخبه وبيسترجي روح يحضره من المسرح وبيختفي من الصورة وبدير الامور من ورا الكواليس بس بتي مارنوم بكمل لقدامه وما بتفرق معه حتى لو كارلايل كان رافض لبدو يقدم عليه بس بارنوم كان ماشي وبدو يخاطر بكل شي عمله ليروح هو و جاني ليند عاميركا كلها كل اميركا تعرف شو بيقدملون بيعفخم مسارح اهم شوات بدو يفرج العالم كلها قديه هو فخم مثلهم بياخد لونه بمئة علافة دولارات ليحجز كل هالمحلات قبل مايروح حتى بدو يفرج زواية المجتمع انه هو مثلهم وبدو يبعد عن السيرك قدما فيه كارلايل قدما فيه بجرب يتصالح مع زنديا بها الوقت بجرب يخدها عالمسرح بس قبل ما حتى يفوتوا عالمسرح اهله بيلتقوا فيه وبيباهدلوه هي بتهرو بس هالمرة بيركد وراها وهنيكي سوا بيغنوا غنيت كارلايل بدو يخير العالم اللي يقدروا يكونوا سوا ما بدو يتأيد بقوانين المجتمع ما بدو يتأيد بحده بدو يغير المجتمع كله كرميلا بس زندايا واقعي بتقله انه ما رح فينا نغير النجوم ما رح فينا نغير القدر وبتخلص الغنية هني وملفصلين عن بعض لانه بالنسبة لزندايا اذا كمل بهالطريق رح ينكسر بين ادايا ويموت ما فيه حالة بالمجتمع كله بهالوقت بارنوم بتواجهه مرته شو بدك بعد؟ ليه كلها الهبل؟ ليه كلها الجنون؟ حققت كل شي بالحياة؟ شو بعدك عم تعمل؟ ليش عم ترجعت خاطر بكل شي حققته؟ وبارنوم امتنح بدو يفرج جاني ليند لكل اماركا وبهالطريقة كل اماركا رح تحترمه الواحد من زوائد المجتمع رح يحترمه مرته بتعرف انه هاي دي عقدة نقص بس امره لالله ادعمه بكل شي عم بيعمل فبيدور و بيروح بهالوقت بيقطع مشاهد اساسيه للفيلم هي وعم بتغني مرته غنية تايترو الحبل ماشي على الحبل معه وهون منشوف ترين ماشي منشوف عالم بالسيرك عم بيتشبقه بالانانة والزبالة وبارنوم مع ليند عم بيتشبقه بيوروح ليفرجوا الفرق اللي عم بعيشوها العالم ونقطة كتير مهمة لترجع تراجع حالك فيها بس فسرلك التفسير العمي بيت بارنوم بيلاقي كل المحبة من زوائد المجتمع بس كلها التقرب من جاني ليند بيخليها هي يبلش يصير عنده رغبات ومشاعر ارتجاهه هي بيصير بده اكتر منه بيت بارنوم فيه اخلاق فبيرفضها لانه بيحب مرته وولاده وبما انه رفضها جاني ليند بتتدمر نفسيته وما بق فيها تغني حتى بتبلش تنشيز على المسرح وبس يجي لينحني معه تلقته وبتبوسه وبصورون وبتعتزل تخرب له بيت بيته للزلم مع مرته تخرب له شغله كل شي راح عز باله كل شي صار عليه ديون تطل فيه طريقة لا يرجع يربح تتركه وبتفل وهو بيركد ركد لعند مرته لانه وقع بمصيبة وهي سنده كل حياته متكل عليها نفس هالوقت العالم اللي كانت سئمت من الغربة اللي عم يشتغلوا على المسرح عنده والعسير كله على وصلته فبيركد ليسعفن بالسير كارلايل واقف هونيكي بينتبه زندايا مش موجودة بيركد ليخلصها بس تطلع كانت برا ساعته بيركد بارنام وراه ليصحبه من زلعين من النار بس كارلايل كان بها الوقت فقد الوعي ما بقى موجودة وهو بقاعد بين الحطام طبعا كل مملكته الوقعت عالارض و الدم مريد ومديون لميات ألف الدولارات وشريكه غابي عن الوعي بيجي صحبنا المنتقد ليقله انه انه يمكن تكن قاسي عليك شوي بس ما بيكمل معه بالاخبار الحلوه لانه بيقله كمان وفي الجريدة وبالجريدة جاني لين فاضحة عرضه بيرجع عند مرته بيلاقيه ضابة الشنطه وبده تفل وان رايحه تفل على البيت بيقول له هيدا بيتي بس بيكتشف هونيكي انه البانك بده ياخد هيدا البيت منه وكل مشكلته معه بالموضوع كانت ليه ما قلتلي انك رحت خاطر بكل شي كنت رح قابل معك بس انا متوقع على القليلة تقلي استشيرني وبدفل هون صاحبنا بارنوم بيصير وحيد بها الدنيا و بيروح ينعزل بالبار ليشرب وينسى مشاكله و بيعزلته و باوطى لحظه بحياته بيجو الناس الغريبين مرة بعد ليمدوا ايدهن ليساعدوه و بيرفده انه يرفض مساعدتهم بيخبروه قدام محتاجين لقلو انه هو عطاهن بات عطاهن حيات حلوه لا تركنوا فل بارنوم بيبلش يغني غنيه كتير حلوه اسمه from now on من هلقه رايح وفيها بيحكي انه من الرميد فيك تعرف شو بيبقى والرح يبقى هو الشي الحقيقي وحتى لو خسر كل شي ربح كتير لانه رجع لعندون للعالم اللي بيحبوه بيحبوه وهو بيتون وبيوعدون انه من اليوم رايح ما بق رح ينعمب الاضوار ما بق رح ينغرب من زوية المجتمع و بيراجع ضميره فعلا و بيعرف شو اللي فعلا بيعنيله واللي بيعنيله انه العالم اللي بتحبه ظل محوططه وهيدا كل شي عايزه بيتصالح معن وبيتصالحو معن وبيبلش ويرقصه سوى وبيوزع بيره للشباب وهو بيشرب كاس واحد بس هو عم بيغني ويرقص مع كل هالناس الغربة اللي صارت عائلته الحقيقية العالم اللي بتحبه فعلا وبيحبه فعلا بحس حاله رجع عالبيت رجع للمكان اللي لازم يكون فيه كل شي كان مفكر بده ايه طلع فعلا ما بيعنيله واللي بيعنيله احوى عنده اصلا وبعد ما يتصالح مع الغربة ترين عن جديد وبس يمشي منشوف كارلايل وعي وكارلايل بيتصالح مع زندايا ما بقفرقيني معنشي كان مات الزلم بز على المجتمع كله بده اياها وبده اياه ومن بعد ما يوعى كارلايل بيروح بارنوم يعتذر من مرته ويصالحها الى كامل هالأمور صارت فعلا بسرعة بس الى سببه ورح فسر بعد شوي وهو عم بيتصالح مع مرته بغنيله ان اليوم رايح وهي بترد عليه بغنيه مليون حلم بيبوسوا بعض والحياة وهلأ بارنوم من بعد ما تصالح مع الكل بيرجع على المقار تبعه الوقيع ومدمر شو بده يعمل كيف بده يزبط حياته كارلايل بيجي بيعرض عليه 50% 50% وساعته بيموله المشروع ليرجع ويبلشه عن جديد وهالمرة ما راح يبلشه ببنايه راح يحطه خيمة بالصحراء وهونيكي يولعوه كلهم سوا هو و بارنوم والغربة وعيلته لبارنوم ومرته لينبسطه قد الدنيا بهالم مكان الجديد واخيرا بيبلش احرشه بالعالم الغنية اللي كانت براسه بطفولته اصبحت عم تتغنى عقده اختفيت غربة حواليه صاروا مبسوطين واخر شي بيشلح القبعة وبيعطيها لكارلايل لياخد عنه وهو بيرجع عند عيلته على فيل عملاء بينزل عنه وبيفوت معه على مسرح مهم هو مبسوط ما فرقاني معه حدا بارنوم هو the greatest showman ومش بحاجة ليثبت هالشي لحده بار كل شي بها الفيلم هو احلى قدق شايفه بحياتي من غنى لرقص لديكور لأزيق لقصة لمعاني بس بعد لازم تفش تحليل نفش خلق الديم لنفهمه ونفهم حالنا مصبوط بس قبل ما نتعمق خلونا نشكر البيتريونز بكل الطبقات الجول، الديمند، البلاك، والبلاتينوم واكيد خينا اليحيى برطة وكمان بتشكر السوبر ثانكرز على كل دعمهم كل الوقت على هالشانل والمشتركين بالميمبرشيب ما تنسوا موعدنا نهار السبت على الساعة 7 المساء توقيت بيروت لنقعد ونحكي مع بعض متعرف أكثر على بعض التفسير اللي راح فسره هلأ راجعته مع حكيم نفسي الحكيم النفسي انفجر راسه حضرته الفيلم مثل ومتلكون وما كان لقيت ان الحكي راح أحكيكم ايه ولا كلمة وأكد على كل شيء قلت يعني فيكن تتكلو عليه ولا يقدر فسر لكم مظبوط لازم فسر لكم عن الإنسان أكثر الإنسان في قلبه أربع عوامل أساسية لازم يتليموا مع بعض ليكون إنسان متوازن أولا في روح الروح هو الوعي طبعا بكل بساطة إذا أنت واعي فيك روح مرحبا أنا ضرار تاني شيء عقل بس تفكر بالمنطق عم بتشغل عقلك تالت شيء في القلب اللي هني أخلاقك ومشاعرك ورابع شيء في النفس والنفس لازم فسر عنا منيح لأنه ملعوني بتكون تعتبروها الغريزة طبع الإنسان هيدا الولد الجواتك اللي بيقلك تعني أكل شوكولات تعني روح نشوف بني أعطيني بدي شهرة بدي مصاري بدي بعد وقت ما تعطيها للنفس ولا مرة بيكون كافلة قلة هالفيلم أحلى شو هو الحياة الحلوية أما الروح طبع الإنسان وعي طبعه هو الشخصية الرئيسية العقل هو مرته القلب هو كارلاير والنفس هي جاني ليند النائد هو الواقع أو صوت الضمير هيدا ما فيك تكذب عليه لو قد ما كذبت على حاله بيضله براسك وأكيد في بعض شيء مهم من الفيلم ما ذكرته الناس الغريبة الناس الغريبة هني عيوبك من هالمنظار برجع بعد الكونسر بالفيلم الحياة بتبلش انت ولد صغير بالفترة كلك متليام مع بعض تحلم أحلام كبيرة وما في شيء بيحدد لك تخيلك أو طموحاتك تحلم مليون حلم انت وعم تكبر أهلك بربوك بس أهلك منون كاملين وراح يصير أخطاء تخلق فيك عقد وبس تواجه مصايب بالحياة ويصير دورك لتشئ طريقك توقع بعدم الاستقرار وعدم الاستقرار بيخلي عيوبك الجايين من هالعقد يبينو شوي بالفيلم من بعد ما نحط فيه عقد نقص وتوفى بيه وليقى حاله بمصيبة كبيرة ما بين فيه عيب إلا من بعد ما سرق لأول مرة ليكن وهنيكي منشوف عيب ببشاعته بس أول ما يبدلش يبين فيك عيوب دغري بتروح لعقلك ليطلعك من هالبهدل ومنشوفه من وقته ما اضطر يتكل على حاله لبس كبر كل الوقت عم يتصل مع عقله لأنه بس توقع بالضياعة وعدم الاستقرار ما فيه اللي لعقلك فيك تتكل عليه وعقلك رح يخفي عيوبك ويحاول يجلسك وفعلا بيتكل على عقله وبروح بيلاقي شغل وبيعمل حتى عائلة الولاد هو وماشي بالمنطق فقط وبس بالحياة يلاقي نوع من استقرار من خلال المنطق فقط ما رح يكون مشبعه كإنسان هالاستقرار وحتى إذا كان راضي فيه تجي الحياة عليه وبتخربه وبيفهم انه هيك هيك ما فيه استقرار على أي لقى عمل شي بحبه بيخاطب عقله عن جديد وسوا بيفتحه هيدا كان حلمه هو صغير فمنطق انه يجرب وبعد شوية وقت وتجارب ينجح بها السيرك وبيلاقي استقرار جديد استقرار مادي على القليل بس بيجي الواقع اللي يقول له انه ايه استقرارات مادية برافو عليك بس انت انسان مزيف هيدا مش انت هيدا نسخة منك عم بتفرجيها لو عالم لا تقدر تستقرر بس مش فعلا انت هيدا بس ايجا من المنطق وين الباقي وتبلش عقد النقص تتواجه مع الواقع اللي هو فيه وبيتحول عدم الاستقرار المادة تبعه لعدم الاستقرار نفسي فلا يجرب يعالج هالعدم الاستقرار النفسي بيجرب يواعي قلبه يبتكل ع اخلاقه ويشغل مشاعره اكتر بس ما بيواعيه بالكامل بيواعيه شوي عشرة بالمية بيخاف اكتر من هيكة لانه بكل بساطة مش مجرب يبتكل ع قلبه فما بيوسق فيه كل حياته بيشتغل بالعقل بس اخلاقه ومشاعره تدفش حياته بعد لقدام وبيكشف عيوبه قدام اهم انسان بالمجتمع او فينا نقول القوة العظمه ما بدي شبه بشي ديني وخاطر انه هين حدا بس مفروض تفهموا العبره وهالقوة العظمه بتحبه هو وعيوبه بس برضو منى المجتمع ومن بعد ما يرتاح شوي ويستقر وعيوبه ينقبله من هالقوة العظمه تيجي النفس ايه بس العالم ما بتحبني بس العالم تحبني كمان النفس او الشيطان بيبلش يلعب بعقل وعي بيتفوش القلب صوب النفس بس عاساس هي حلوة كتير ليك مفي احسن منها حتى النفس ملعونة اول ما تبين له بالفيلم بتقله انا بعطي كلمة صريات للتبرعات الخيرية تعمل حالة بريئة بتعمل حالة مليئة انه هي جاية للخير بس هي مش جاية للخير هي جاية تاخد بس بتقنعك باي شكل من الاشكال اللي تعطيها ومقابل اللي عم تعطيها ايه تقنع حالك انه هايدي رح تحلل لك نزاعاتك مع حالك ورح تكسبك اللي بدك ياه بالحياة يلي بحالة بارنوم كان محبة زواية المجتمع لناتجي عن عدم استقلاره النفسي بسبب عقيدة ناقص المحلة القلب متردد بس بيشتغل عشرة بالمية فما في عنده قوة ع الوعي وبيروح معه وبس الوعي يتخلط مع النفس بتبلش النفس تطلق وبالنسبة لزلمك الحياته متكل عقله وانجق بشغل قلبه النفس رح تقدر تتحكي عليه بسهول واول مرة بيرضيها لنفسه بتغنيله مرح يكون كافي رح يضل بده بعد فهو من بعد هالشعور بالفرحة الاخد وبس عطيها بيصير بده يعطيه بعد خوفا من انه يخسر هالفرحة العم يخده فبيبلش يخبي عيوبه اكتر لما ينفضح قدام المجتمع ويرجع يخسر هالمقام الحصل عليه عيوبه بتنكبت وحتى بتصير بصراع مع قلبه وبتصير من جواته عم تعمل معه مشكل وتقول له اخي هيدا انا ليش مخبيني هيدا انا ولما يسمع صوت مقن بيصير يرد نفسه اكتر وهي بتطلب وبيعطيه بعد بضحك كل شي معه ايلا يرد نفسه وهي يبده بعد ومن بعد ما يكون معود نفسه عدلع ويعطيه البده ايه اول ما الوعي يحس انه الموضوع بلش يزيد عن حده بيلا للنفس سكتي بس بما انه مش مهزبة ولا مربيها ومعودة يعطيه ويعطيه ويعطيه النفس بتجن وبيفقد السيطرة ع نفسه وهالشي بيسبب له بخسارة عقله قلبه بينطفي وعيوبه كلها بتصير مفضوحة قدام الناس عالطريق ليشوفوه هالشي بيسبب له انه ينعزل عن المجتمع ما بق في حدا بده ايه وكمان يصير عيش بيعزلة لحاله في قلب دماغه حتى وبس يصير الانسان بالعزلة من بعد ما يخسر كل شي ما بق فيه مسكينات ليسكيت وعيه فيها وبيعرف انه نفسه خسرته كل شي فبيسكتها يعني ما بق في شي يدحك ع حاله من خلاله فبيضطر يراجع حاله ويجمع حاله بعيدا عن نفسه واول شي بينتبه له انه عيوبه حاله متل ما هو بكل شي غلط فيه لانه هيدا هو اللي بفرقه عن غيره وراح يضلن فيه عجبه او ما عجبه ما رح فيه يهرق وبس يتصالح وعيه او روحه مع عيوبه ويطلع على كتار الحياة قلبه بيرجع يبليش يوعه وقلبه بيتصالح مع عيوبه كمان اخلاقه ومشاعره بتصير تحبهن بتتفهمهن وبتتقبلهن مع قلبه بينبض ونفس مسكتي الروح بتتصالح كمان مع العقل يلي اصلا بيعرف انه هالعيوب مرح تروح محل وما كان بده اكتر من انه يكون معه بحياته للوعي يستعمله لدماغه ما بده يدير القصص العقل بده يساعدك بس بده يكتستشيره هتى صالح تام مع الزيت بيخلي بارنوم يتشجع ويعطي قلبه 50 بالمية بدل العشرة وطالما نفسه مسكتي وعم يستشير عقله ومشغل قلبه بلش بارنوم الانسان الموزون يلاقي حلول لاي مشكلة عنده اياها واول شي بيبحث عليه هو الاستقرار المادي ومحقق الاستقرار النفسي من وراء التصالح التام مع عيوبه وانسجام قلبه وعقله وروحه وتهزيب نفسه بارنوم يشلح القبعة عن الوعي ويسلم قلبه 100 بالمية ويكون حقق ذاته هالشي بيخليه يمشي بالحياة هو وراكب على اكبر عاب ماشي بفيل على الطريق بس ما فرقاني معه منه شايف حدا متصالح تماما مع حاله وصار يعرف كيف ساعة اللي بده ينزل عن عيوبه ويتركه على الباب ويشغل عقله ليفوت على المجتمع متل ما هو بدون ما يكون عيوبه عم بشكله عائق على حدا تاني او عم بيعملوا قلق جواته وهيكي حياته بتصير متنغمة وبتصير احلى شو من هالمنطلق رجعوا احضروا الفيلم او رجعوا احضروا الحلقة وخبروني انتو وين صرتوا بالشو تباك عليك الحالكي معكم درد ان شاء الله تكونوا بسطوا بالحلقة اليوم انستجرام تويتر تويتش وديس كورد شوكم حج اي اي